لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة 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 اشتركوا في القناة لا تنسى الاعجاب والاشتراك 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 في القناة اشتركوا في القناة لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الاسعجاج طبعا نحتاج الى شاكوش مطرقة نحتاج إلى مسامير أنا أفضل أستخدم دائما المسامير النعمة لأنه تأدي غرب وبنفس الوقت يعني لا بأس بها مزيد وأيضا الغراء نستخدم خلينا نبدين توكل على الله لم أقوم بخش المدددين تقوم بخش المددينة فقط تتجربة من الصفراء لأنني أردت أن تقوم بها لأنني سيجاب وما لم يكن في الحاكم نحن أردت أن أقوم بقاء سيجب أن يكون سيجب أن أقوم بخش المددينة اشتركوا في القناة 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 وهذا مسكيله أخير نعم هذه الحاوية بالضبط تأخذ كيلوان بالضبط تأخذ كيلوان كيلوان من الدخن تأخذ لكم التقدير إنه هاي الكيلوان إشقاد تبقى والطيور تاكل بها للي ادهم خبرة راح يعرفون إشقاد تاخد هسه آخر لقطة راح نسويه ثبت هذه الحاوية نثبتها إن شاء الله بالقفص داخل القفص لاحظون هذا أيضا سربي البدور شوفوا شون هنا نزلت البدور وتوقفت زين هذا يشك لاحظوها هنا شون صارت ها منفض مؤقتا فقط خليت تيب بعدين وهاي راح تشوفوها صراحة جدا لطيفة هسه راح ندخلها نثبت بورغيا براغ 2 خليتهم بداخل القفص حسه ندخل الحاوية ناخل القفص هاي البراغي بلا شوفوها هنا ثبتتها طبعا راح أطلع هاي الحاوية من الأكل اللي في الداخل أريد هم يتعاونون على هذه الحاوية الجديدة حتى نشوف إنه لنا أريد أجربها شقد تبقى هاي الكيلوان أعتقد إنه الكيلوان راح يبقون مدة جدا طويلة لا أعجبكم الفيديو وذا أعجبتكم هالطريقة هاي إذا شوفوها حلوة ومرتبة طبعا تصميم على قديش إن شاء الله أتمنى منكم دعم القناة حتى في سبيل أفكار أخرى إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته